اشتركوا في القناة 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 so i'm asking you about اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في القناة اشتركوا 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 في القناة هذا الذي يتحدث عن دراسات مهمة لأنه مجرد أن يقول في منطقة لدينا هل قد إصابات وفي منطقة هل قد إصابات هذه بس مجرد يعني رح نطلع عليها بس هي مهمة الخنازير مصابة بالبالنتيديوم الناس الذين يرعون الخنازير ممكن أيضا يكونون مصابين بهذا النوع من الباراسايت بيجوز فرمرز are significantly high risk to having infection يعنى قصول ولا مرأة زارعين ويربون الخنازير وكل رسك قليل أن يصابهون بهذا النوع من التهاب بيجوز فرمرز حوالي خمس هم have a co-infection يقول لك لا لا مو بس عندهم بلانتيديوم لا لقوا إنه دول المزارعين ممكن يصعدهم co-infection co معناه السوية مريض يشايك عند بلا انتيديوم ولا اضافه التهاب لأسها المعروض يخديك إذا ايجابك مزارع солнعاد الإجارات تشوف عليها توضع بمصاب 뜨 qualcβ كو town معنى سوية كلمة كو علي اكثر من شيء ان susأشه وتقال إلى انتيات بالتنكة او جياردية الامبيريو او شيستوسومة المرضى المزارعين يجوك بيعدهم كلهم سويا المانوسيني لان يختلطون البيئة ممعقمة نظيفة فممكن يصابون بأي نوع من براسايت لا تتفاجئ اذا جاك مريض تشوفه عند اعراض البلنتيليو وورا شوية عند اعراض الهيستولايتيكا لا تستغروا بلين المريض مصاب اكثر بنوع من براسايت اوكي ليس فقط البيئة الانيمول بردر يجب ان يقل لك اي شخص يرعى او يربي الحيوارات المختلفة خاصة الماشية الابقار ممكن ايضا يصاب بهذا النوع من المرض يقل لك بالعراق البلنتيديوم كوليب ريفلنس ليقوها 12% وين بمربين الكاتلز الماشية وين البابل الماشية اللي صار بها التهابات الماشية كانت المصابة من الماشية 22% من عدهم وليقوا بالشمال انه 6% من الشيفز ايضا بالسليمانية ممكن عدهم التهابات وعالبا لقوها مستورديها من سوريا ايضا بالسليمانية ايضا بالسليمانية ايضا بالسليمانية أتوقع لكم هذه مجرد دراسات بس للمعلومة نحتيها يقول لك جدا هادا من البرانتيديوم من البرانتيديوم ترانزميشن او فش بورن زوناتك باراسايت تو هيومان ار كونسيبشن او يعني يقولك شون ينسقل هادا البلانتديوم من الاسماك ايش اخوص هادو الاشخاص اللي يأخدون او يأكلون الاسماك الناية او ما مطبوخها بصورة صحيحة و يمكن انتقل الهم المرض او فراو اللي هو معنى ناي او اندر كوكد ما مطبوخ بصورة صحيحة فش اللي هو سمك يقولك حتى بهذا النوع ممكن اكثر من نوع من البرسايت تلقام مصاب الشخص نفسه انت بالنفس السمكة فبالتالي تعتبر السمكة هي ناقلة لعدة انواع باراسايت يعني شخص اكل سمكة وهذا السمك كانت امنية او ما كانت مطبوخها بصورة صحيحة ممكن يصاب باكثر من نوع من البرسايت يعني هو بس البالنتيديوم تمام مثل ما حتشين الجماعة المزارعين فت لا تستغرب اذا شفت عندها اكثر من عرض لا ممكن هو مصاب باكثر من نوع من البرسايت اوكي وبالتالي اللحم اللي مطبوخ بصورة صحيحة ممكن يسبب الالتهاوات عند الانسان سمتوم شوان يجينا المريض خابل لنا ندخل الاشكالات من السلايت هناخده ملخص شوفوا عارس قلتيكم قلتيكم مرض يجي عنده ديارية يجي عنده ابدم للبين وهذا ما يجي عنده ابدوم نائق ديارية يجي عنده ايضا البلد دياري فبساطة يجي عند إسهال وممكن إسهال دمو معناه أن دما في البذر أصدر stand with the tam� فبالتالي شيقولك وليابه أن اليابه أن السمتومة اللي المthren ي needing أما يمكن يكون عنده ديارية وال استول ان يكون عنده ديارية ممكن ان يكون لديارية او ديارية ديفندры ؟ مكن له对يارية ممكن خروج المريض بدمaturesة يا ديفندري SPEAK يعني مناعتهم قليلة يعني مناعتهم ضعيفة مثل دول اللي عندهم كانسر اللي ياخدون كيموثرابي اللي عندهم مثلا امراض مناعية وياخدون ادوية مثبتة للمناعة ايضا تكون مناعتهم قليلة يعني يتظهر عليهم اعراض بس تكون مور سيفير اكثر شدة من الناس العادين واشوف منطقيا الشخص اللي مناعت قليلة عادة نصير عند الاعراض اكثر شايفين فترة كورونا من انتشر اشقال ما وقالوا يخافون عن ناس بمناعتهم ضعيفة ليش لان يابا المرض قالوا من يصير عند الناس بمناعتهم ضعيفة يصير اشد فهي غالبا كل الامراض كل الاتيابات لما يصير شخص مناعة ضعيفة مناعة الجسم لا تقدر تقاوم المرض فبالتالي الاعراض شنو تقول تظهر اقوى اوكي فيقول مور سيبير ساين اه سيمتوم هادش تشمل تشمل الدياريا اسهال عند المريض ممكن دازنتريج انه هو عبارة عن اسهال دموي ممكن يصير ابدومن القين الاب البطن ممكن يصير ويتلس يخص للمريض وزن نوزيا لابان نفس ومتينك تقيو اسر عند المريض ممكن بالحالات اذا ما عالج مريض اجعل دا كل هاي العراض واهما نفس المتقالج ممكن يوصل للمرحلة يصير عند شنو يصير عند الثقب بالقولون اللي هو الامعاء الغنيظة فيصير عند البرفوريشن ممكن هاد البلنتيديوم ممكن تنتشر الجسم وتوصل للكبل وستبب تقرحات او تقيوحات بالقبل يسموها اذا ما عالجناه الاب التالي هسه راح نجي ونعيد نقول يابا انه المريض عادة نيجي عنده راح اجعقلكم قلنا دياريا بلادي دياريا اضمن البلين هذا انه اكثر شي يجمو مرضي عندهم بلنتيديوم اوكي الاب التالي يقول يابا راح يجوع عندهم دياريا وبعضهم شو راعتهم شوف لك كزوياء بوزيتف ايجابي اوكلت بلاد ديست شينو اوكلت بلاد ديست؟ يعني شو را؟ ياخذون عينه من خروج المريض ويجون يفحصوها بالمايكروسكوب راح يقول اكو كريات دم حمر اكو دم بخروج المريض وما واضح بالعين المجردة انما مغطى مخفي اوكلت اوكي؟ هذا شو معنى؟ معنى المريض خروجه بي دم بس متى يشوفه المريض بس انا بنفحصه بالمايكروسكوب فهذا معنى بوزيتف ايجابي اوكلت بلاد ديست اللي مظاهر للعين هاذا ناخذ عينه من خروج المريض ونفحصها بالمايكروسكوب نلقى عند المرضى اللي عندهم بلانتديون ممكن نلقى ايجابي معنى المريض عنده خروج بي دم ممكن حتى سرعتهم ديستري اللي هو قلنا انه دم يخرجوا شواء كان هذا الدم واضح او غير واضح اوكي؟ قلنا الاشخاص اللي مناعتهم قليلة هذول is the most likely to experience سبير سعن السمتم سرعتهم اعراض اقوى شنوهية سرعتهم ديستري اسهال دموي ابدومنال بطن سر ويتلس يخسرون الوازن سأجب نوزي نفس اذا ما عالجناه مثل ما قلت لكم ممكن يصير ثقب بالكولون اللي هو يقول لك هذا البلانتديوم كان رج اوكيسبكتد اورغان يعني ممكن توصل حتى اعضان انت تتوقع حب جسم الانسان اوكي من ضمنها منه الليفر واذا وصلت لليفر راح السبب راح السبب الليفر السيس اللي هو التقيحات الوين موجودة موجودة من الليفر تمام؟ زين اليوراناري البلانتديديا ياسس كانوا vale اثنان فرامل يعني ممكن اللقوا ان هذا النوع من البرائسات ممكن يصيب حتى اليوراناري سيمتم وليقوا انه بوث السيست والتروفوزويت اثنين متى هلا لقوهن اللقوهن باليورين بادرار شخص المصاب خصوصا للنساء الحوامل فجابوا نساء حوامل مصابين بهذا البلانتديوم فاحصوا عين من الادرار اللقوهن بالتروفوزوليت وال بالتالي ممكن ايضا يصيب باليوريناري سيستم. فاليوريناري البالنتيديا اساس كوز هناك كيسز ورصو ربورتت بوث سيست و تروفوزويت ويواني بيقوهم باليورين. والذهنان هيماة شوريا. هيم دن. شوريا يعني اليوران. فبالتالي اضرار المريض بيدن. هيماة شوريا. احنا نشوفوا مقبل شوي حشينا بما انه يصيب القناة الهضمية. كان يجيب مني يضل ديارية. انه باعتبار قناة الهضمية اكيد رح يصيب مني يسهل و يسهل سيكون دموي. لما انه يصيب هنا الوريناري سيستم في اكيد هنا شو رح يكون الدم رح يطلعون يا منوي اليوران. انا برغنانت والنساء الحوامل. هنا انا جديد يقول يقول ان النساء اللي عندهم كرونيك لينفوسي تكلو كيميا عفاكم الله هو سرطان الدم. يعني تجي المريضة وعدها اصابة بالنوع من البرسايبس وين مصيب؟ مصيب بالبولمالرين والله انقريات. هذا شون ساق شافوها؟ خذوا عينة من النساء مصابات. وفحثوها بالدايركت مايكروسكوب شلقوا؟ لقوا انه يعني السليتة بروتوزوالية قلنا بها اهداب البلانتيديوم موجودة بهذا النوع من النساء. على الرغم من انه هذه النساء ما متعرضة سابقا لحالة من اسهال او ابدومنال باين حتى اكون المريضا صابت وانتشر من عدلات. تجي اول بريزنتيشن الها انه اول عرض الها اول اصابتها هي صعبة جهاز التنفسي. هاي النساء اللي عندهم كرونيك لينفوسي كليوكيميا. اوكي؟ فيقول انه اهداب بروتوزوال ادنتفايت از البلانتيديوم قولي. اوكي؟ there was no history او اللي عندهم كانسر وده ياخذون كيموثيرابي. لا يشمللنا ايضا للحالات اللي مصابين بامراض مناعية. شوفوا. اكوان الامراض المناعية شي يحتاج يحجاج مطيهم. يعني هي مرض بالمناعة. نتيجة فرط نشاط الجهاز المناعي وخربطه بالجهاز المناعي صار المارض. فحتى نعالج هذه المشكلة شي سوى نثبت مناعة المريض. يعني هو المشكلة هو المريض مرض بمناعته. فنثبت مناعته حتى نقلل العراب. فبالتالي دولا ايضا يجون شنو عدهم. اميون كومبرمايز ويكونوا معرضين اكثر للاصابة. فيقول هنا للبيشنت was talking treatment for نيفروتيكسندروم اللي هو التناظر الكالوي. due to systemic lobes erythromitis. وواحد من الامراض المناعية. was found to have a few cyst in the urine. لقوا بادرار المريض يورن. العفو ايه سيست اوكي. فبادرار المريض من يورن لقوا السيست. اذا شنو؟ اذا هدولا ايضا عرض للاصابة. بعد شنو شافو؟ شافو هم هدولا مو اكو باليورن شوية سيست. من اخذوا العلاج المثبت للمناعة. اللي هو شنو متمثل مثلا بالبردينيسولون. هو واحد من العلاجات المثبتة للمناعة. لقوا انو المريض ش صار عده صار عده زيادة عدد البراسايت. زادت السيست. زادت البراسايت. اذا معنى شنو؟ معنى ان المريض صار ومناعة تقلت. فيقول بات افتر تيكين بردينيسولون. هدول الاميون السيبرسيب ثرابي. هو واحد من انواع الادوية المثبتة للمناعة. لقوا انو سارعتهم زيادة من براسايت. يعني اذا فحص عينه من ادرارهم. وكان بها خمسة سيست. ورا ما اخذوا الدواء المثبت للمناعة. ممكن وصلت الى كذا عدد. كل شوية زادت. اوكي؟ نزيل. شواز هنانا سكسسفولي تريتيد وذي الانتي بايتك ممكن يعاجوهم باستخدام التترا ساكنين. ياخذون التترا ساكنين مدة 10 تيام. هسا اللايف ساكل. خلنا جي سورب على اللايف ساكل مثل السالوفة. احنا اش قلنا؟ قلنا يابا انو الانفكتيف استيج بهذا النوع من البراتات هي السيست. قلت لكم يابا هاي السيست تخرج وهي خروج مثلا مصاب بها في خلنفترو في البقرة. هذه بقرة كانت مصابة. ويا خروجها من طلع. طلعوا يا سيست. خروج بقرة وين يروع رح بالتربة. اوكي؟ زين. التربة شن سوي؟ زرعنا بها الفواكه وزرعنا بها الخضروات. طلعت الفواكه وطلعت الخضروات والسيست موجودة وين؟ بالتربة. زين. ها الفواكه من الخضروات من تطلع والتربة ملوثة بالسيست هاي السيست شلبت وين بالفواكه والخضروات. ايجي الانسان واعلم يتغذع على الفواكه والخضروات. هذي الفواكه الخضروات اللي اخذ الانسان ما غسلها الطريقة الصحيحة وما انقامها الطريقة صحيحة اش ضلت السيس بلازجيب هذي الفواكه الخضروات هذي مؤكله الانسان وين دخلت دخلت الانعاء بالانعاء الدقيقة شو رح يصير هذي السيس حتنفتح واشتطينا بأول جزء طبعا من الانعاء الدقيقة المعروف بالتزنم هذي الشتطيني تطيني تروفوزويت تروفوزويت شوية شوية تبدي تنضيش من وسط القولون التروفو زوتي السوت قسم منها بدأت تتكاثر عن طريق الانشطار الثنائي او عن طريق الاقتراض المهم ده تتكاثر وقسم منها لها والله السوت حاطت نفسها بسست بغشاء وصارت سست وانطرحت ويا خروج المريض والخروج المريض راح للتربة وانعادت بسايكل اوكي فالفكرة بيها انه المهم بيها انه تعرفون السست هي الانفكتف ستيج اوكي زين فخلنا نجي شوفها على الرسم شوفوا هنا انا اكو شنو اقفوها كو خضروات هذا شبيهها يقلك this is infectious stage and this is the name found to be the house through the ingestion of contaminated food and water يعني شخص اكل الكل ملوث شراب شراب ملوث انتقلت الى السست سست داخلت بداخل جسم الانسان داخل جسم الانسان باول جزء بلا معه دقيقة سست انفتح شتنفتح شتطينا تطينا التروفو زويت هذا التروفو زويت تستمر تستمر تمشي 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 توصل للقولون تبدي هدوش تسوي تتكاثر تتكاثر عما عن طريق الانشطار الثنائي اللي هو البانا ريفيجن تمام تطيني هماتين بعد التروفو زويت او لا تحيي تنفسها السست مثل يعني الغشاء دار مدارها تتحول الى انسيستيشن انسيستيشن معنى تتحيي تنفسها بغشاء تتحول الى السست صار صار السست هيوان قاعدة بالقولون يعني شن يعني غليظة ورح تطلع وخروج المريض تطلع وخروج المريض تروح وين تروح ايضا بالتربة وتستقرب التربة ممكن استبدا تنا recordاف تكون استيستيستيستيستيستيستيزية اللي يحط لك يا هاي شمعناه Infective Stage خلني رجع شوية شفيتكم من هون Infective Stage السيست اوكي زين والعلامة اللي يمهم جارية بيقول لك هاي ال Diagnostic Stage وين هاي ال Diagnostic Stage لما تاخذ عينة من خرج المريض وتلقي بيه السيست او تلقي السيست وتروفزيت هاي تعتبر Diagnostic Stage اوكي زين حسا اللايب سايكل دي عيدلنا الحش اللي حشيناها هاي قبل شوية يقول يا بل هيومن كابي انفكتد عن طريق انه ياكل او يبلى هاي شنو السيست السيست عن طريق شنو عن طريق غداء او ما ملوث زين وين ما اخذها وين هاي السيست السيست ريليز تروفوزيت قينا وين بدو دلهم باول جزء من معا الدقيقة دين ماتور انت ميجريت للكولون هاي دور هاي تروفوزيت شوية يعني تصري لها نضوج وتروح وين تروح تروح للقولون بالقولون هاي تبني تتكاثر اما عن طريق ال Transverse باناري فيجون او لا على طريق شنو لست do frequently عن طريق الاقتراع conjugation اوكي الهنا تمام دخلت السيست الداخل الامعا لتروفوزيت بدت تمشي راحة الالقولون بالقولون بدت تتكاثر ويقل لك سم تروفوزيت من ينفاويد قلون قسم نعادة ش ت Привет جدار الامعا وش سيء تبدي تتكاثر وش سبدي نسبينها تقرف هاي تبدي بجدار القولون اوكي هذا سبب من التروفوزويد تتكاثر بداخل جدار القلون وسبب تقرحات هذا يسبب لنا تقرحات مثل التسلخات سيحدث بجدار القلون يقوم كيف ينزف القلون وسبب لنا الديسنتري اللي هو يخرج خروج المريم بيدا الألسر والديسنتري تشبه الديسنتري والإسهال الدمويل يتسبب منه الانتمي بحستولاتك تروفوزويد سيست تتحول الى سيست وبعدين تعبر الانفارومنتر وهي الخروج تريتمت عندنا علاج معوضة علاجها هو التتراسيكلي ممكن اكو علاجات اخرى تعوض عنها نعم ممكن متراندازول اكو غيرها اي اكو الايدوكوينون واكو ايضا الليتازو اكسانايد هذان شنو ذاني كل العلاجات ممكن نستخدمين بعلاج البلانتديون هو شنو عدنا تتراسيكلي متراندازول الايدوكوينون وايضا النيتازوكسانايد هسا نجي للتريتمات اللي هو مثل ما قلت لكم يابا عدنا التتراسيكلي عدنا متراندازول وعدنا الايدوكوينيلون وهذا هنان النيتازوكسانايد هذان تتسوهم بدأوا عليه الدراسات شافوا انه نوعا ما يفيد فمنت تتراسيك نقول لك يابا اذا شخص بالغ انطيه 500 ميلي جرام عن طريق الفم يعني حبوب ياخذها ياخذها اربع مرات باليوم مدة عشر تيام اذا اطفال عمرهم اكثر من ثمان سنوات تمام تطيه مش قد اربعين ملي جرام لكل كيلوغرام يعني الطفل وزنه عشر كيلوغرام او خلنت رضي 20 كيلو جرام احسب لكل كيلو جرام 40 ميلي جرام 40 ميلي جرام لكل كيلو جرام باليوم اعلى جرعة توصلها هي 2 جرام ما تتجاوز لجرامين يعني تحسب 40 ميلي جرام لكل كيلو جرام بس ما تتجاوز لجرامين هماتين ياخذها 4 مرات باليوم مدة 10 تيام يقول لنا شغلة بسيطة هذا التتراي سايتلين ممنوع فترة الحمل خطر على الحامل احنا طبعا اكون ادوية علاجات ما يقدر نطيها للمرأة الحامل من ضمنها التترا سايتلين فلازم ننتبه اذا كانت المرأة مصابة وحامل ما يستطيع نطيها التترا سايتلين يقول لك بالنساء الحوامل وكذلك بالاشخاص الاطفال اللي عمرهم اقل من 2 سنوات تترا سايتلين ياخذ ساعة قبل الاكل او ساعتين بعد الاكل او اذا ما كنا نأكل اي شيء من مشتقات الحليب اللي هو داري بروتكت ياخذها وراء ساعتين المغايرات للتترا سايتلين المعاوضات عنها اذا مثلا مريد ما نقدر نستخدم التترا سايتلين ممكن نستخدم مترانيدازول اللي هو ناخذة للأدولت اللي هم البالغين بجرعة 500 الى 750 ايضا ياخذها عن طريق الفم ثلاث مرات باليوم مدة خمس تيام اوكي بالاطفال ياخذ شقد ياخذ 35 الى 50 ميلي جرام بير كيجي شنو شو تقسوها الجرعة تاخذ اما 35 او 50 تمام تضربها في وزن الطفل هذيش تعتبر تعتبر الجرعة هذا اللي شنو بيرتي وبعدين تقسمها على ثلاث مرات باليوم مدة شقد مدة خمسة ايام اوكي مزيد الايدوكمينون بالأدولت الاشخاص البالغين تضطي شنو تضطي 650 ميلي جرام ايضا عن طريق الفم ثلاث مرات باليوم مدة عشرين يوم وبالاطفال تضطي 30 الى 40 ميلي جرام لكل كيلو جرام باليوم ما تتجاوز لغرامين لاحظوا بالاطفال الاطفال ده ما تكون اقل اوكي only in three doses وتقسمها على ثلاث جرع مدة عشرين يوم عندنا هنانا النيتازوكسانايف هاذا بالبداية اكو دراسات صغيرة اللي يلاحظوا انه بي بعض الفائدة للمرضى هاذا هنانا عندنا المصادر اللي تم اعتمادها من محاضرة هسا بالنهاية خلنا نجي نشوف احنا اليوم مش حيشينا اليوم حيشينا على البالنتيديوم اوكي زح قلت لكم يابا البالنتيديوم رح نلقاها بشكل تروفوزويتو سيست وقلنا السس شنو هو الانفكتيف ستيج خلصت لهذا البعض قلنا يابا شون تدخل للانسان انه يتياكل اكل ملوث سواء طعام او شراب دخلت الداخل معتها تكاثرت ممكن تسبب انه مرض عند الانسان شون يجي لك المريض لالشغلات ديارية ضلق ديارية او ابد المنطين فقلنا يابا ممكن يجي عنده ديارية ممكن يجي عنده زندريك ديارية الاشخاص اللي مناعتهم قليلة اللي مثلا اميونك برواز اعراضهم تكون اكثر شدة مثل شنو مثل يجي عنده ديارية يجي عنده نوزي وفومت يقلعبان نفس تقييوش ممكن خسارة بالوزن اوكي هذا اللي ممكن يكون يجي عند المريض ممكن يصير ايضا شنو تثقب بالقلر وكذلك ممكن يصير تقييوحات بالكبت اذا ما عالجت المريض شونا عاجه؟ عربع علاجات تيترا سيكلين هو افضل علاج واللي يحتندوه ممكن اكو مغايرات الى ومساعدات نعم اكو منو؟ مترانيدازول ممكن ايدوكوينول ممكن ايضا النيتازوكسنايت وهذا علاج جديد بجديد بده يستخدموه زي حسا عندنا شنو حسا تايم فور ايزام ناخد شوية فد ايزام بسيط نراجع بي معلوماتنا عن المحاطر يقول لك يا با اندالبالانديديوم كاري يقول لك السفتم البالانديديوم ديارية 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 بلانديديوم تيترا سيكلين مترانيدازول الايدوكوينول الأموكسلين وصلنا لنهاية محاضرتنا أتمنى محاضرتنا تشانة واضحة أي سؤال أي استفسار سأكون جدا سعيدة بالإجابة على سيلتكم بالقلوب شكرا انتزينا لحسن استماعكم شكرا